للحرب في فلسطين عدة أوجه ففي غزة يخوضها الجيش الإسرائيلي بتوجيه من حكومة الحرب ووزير دفاعها يوآف جالنت أما الضفة الغربية فبتسلائيل سموتريتش وزير المالية يقود فيها عملية من نوع آخر عنوانها حرمان السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تحصلها المالية الإسرائيلية والتي تدفع من خلالها رام الله رواتب موظفيها وتمول ما لديها من خدمات سموتريتش لم يتوقف هنا بل قرر اقتطاع 35 مليون دولار من أموال السلطة متهما هذه الأخيرة بتمويل الإرهاب عبر دفعها لرواتب أسر الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل لكن الوزير المعروف بتطرفه لوح بما هو أسوأ حيث أبلغ رئيس وزرائه بأنه لا يعتزم تمديد الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعوة قضائية قد تواجهها بتهمة تمويل الإرهاب حيث إن هذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في الثلاثين من يونيو ضرورية للسماح لمصرفي هابو عليم وديسكاونت بانك الإسرائيليين بمواصلة لاعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى واشنطن على لسان وزيرة الخزانة عبرت عن مخاوف من أن يتسبب فصل المصارف الفلسطينية عن الإسرائيلية في حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية أنس نماسي العربية